مساءكم خير زي ما مهتمين ومتابعين للشأن العالمي يعنينا كمان على الشأن المصري والأوضاع الداخلية والحقيقة إنه في الفترة الأخيرة بتتساقط كده رموز حقيقية وكبيرة وهامة جدا منذ دقائق فقدنا أحد رموز الصحافة المصرية يعني خلونا النهاردة يعني ما يصحش أننا نبدأ النهاردة حلقتنا بدون أن نشارك حضراتكم بأننا فقدنا رمز كبير هو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود الكردوسي وبتونعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى المغفور له الصحفي الكبير الأستاذ محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن الذي وافته ألمانية بعد مسيرة وطنية حافلة تتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء لأثرة الراحل داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان الأستاذ محمود الكردوسي واحد من الأساتذة الصحفيين مش بس نقول الصحفيين اللي بيتميز حسهم وكتابتهم الصحفية بذائقة أدبية متميزة يعني واحد من الأساتذة اللي لما بتقرأ مقالاته أنت مش بس بتقرأ مقال صحفي خبري ولا بتقرأ متابعة خبرية ودايما كده ما كنا نحس أنه هذا الرجل القيمة الوطنية اللي كتير مننا هتسمعوا كده في الأيام اللي جاية حديث كبير وتقدير حقيقي لهذه القيمة لأن الأستاذ محمود الكردوسي كان يعني لم تشغله المواقع الإدارية هو كان بيشغل رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن وأيضا عضو مجلس الشيوخ لكن كمان كان حسه الأدبي وكتابته الأدبية الراقية في الفترة الأخيرة عانى كثيرا مع المرض ونحسبه يعني إن شاء الله يعني غفرانا له ونستودعه الله مدركين أنه لكل أجل كتاب ترجمة نانسي قنقر